يواجه لبنان أزمة سياسية جديدة تضاف إلى الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة منذ أشهر طويلة فمؤشرات احتمال الاتفاق على الحكومة الجديدة تبخرت من جديد ومظاهر تصاعد الخلافات باتت جيلية وخاصة بعد رفض الرئيس ميشيل عون مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة وبعد بيان رئاسة مجلس النواب بأن تكليف الحريري بتشكيل الحكومة ناشئ عن قرار السلطة التنفيذية وخارج عن إرادة رئيس الجمهورية الشخص الوحيد الذي يرفض المبادرة التي تسهل تشكيل الحكومة والتي وافقت عليها الأطراف كافة وفق البيض عون كما ترى العديد من الأوساط السياسية في لبنان قلبت طاولة على مبادرة مجلس النواب وسحب بساطة تأليف الحكومة من تحت أقدام الحريري باعتبارها كما جاء في بيان للرئاسة تتدخل فيما لا يعنيها دستوريا وقد باتت خطوط الاشتباك واضحة بين جبهتي الرئاستين الأولى والثانية وبات واضحا أن الرئيس عون أصبح مستعدا للتعامل مع الفراغ الحكومي حتى نهاية عهده والأمور تبدو متجهة نحو تكريس واقع تصريف الأعمال حكوميا على الأقل حتى بلوغ الانتخابات النيابية في أيار من العام المقبل ويؤكد مراقبون للمشاورات السياسية أن المعلومات المتداولة تتأرجح بين اعتدار الحريري أو استمراره بتشكيل الحكومة إذا لم يحصل تبدل إيجابي في الوقائع السياسية وبالتالي ووفق ما بات يتردد في بعض الكواليس السياسية لن يبقى أمام اللبنانيين سوى التطلع إلى تدخل خارجي أممي ودولي يأخذ دور الدولة ويقيم وصاية على لبنان تمهيدا لإنجاز حل سياسي مستدام كما ينشد أغلب اللبنانيين تزامنا مع الأزمة السياسية الجديدة تتصاعد المخاوف من انهيار المؤسسة العسكرية التي تعتبر مرساة للاستقرار في البلاد بما يتيح المجال لحزب الله للحلول مكانها والإمساك بكافة شؤون البلاد فقد نبه البنك الدولي من أن الجيش مهدد بأحد أسوأ الانهياراته بعد أن أثرت الأزمة المالية بشكل كبير على قدراته العملية وتهدد اليوم القوة الوحيدة التي توحد لبنان في وقت تتصاعد فيه التوترات الطائفية ومعدلات الجريمة في البلاد وسط الفقر المتزايد